أكدت مصادر محلية وصحفية نجاة مدير عام الشؤون المالية بوزارة الداخلية العميد الرق نايف الحميدي من عملية اغتيال بعبوة ناسفة في مديرية خرمكسر بالعاصمة المؤقتة عدن أوضحت المصادر أن محاولة الاغتيال تمت عبر وضع عبوة ناسفة في إحدى الدوريات المرافقة للعميد الحميدي في عدن والتي انفجرت أثناء خروجه من ديوان وزارة الداخلية بمنطقة النصر بخرمكسر في نهاية الدوام وسبق وأنجا الحميدي مطلع فبراير الماضي من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة وضعت في سيارته أمام منزله بمدينة التواهي في عدن